موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله حلقة جديدة من برنامج آخر النهار مع تامر أمين حلقة يوم الأربع الموافق 14 أغسطس 2024 من الميلاد بسم الله الذي هدانا ولا حول ولا قوة إلا بالله أولا أنا عايز أشكر كل الناس اللي تفعلت واهتمت بالكلام اللي أنا قلتم بارح سواء اختلافا أو اتفاقا أو هجوما أو 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 لأنوا عارفين أنا مبدأي طول الوقت احترام كل الناس واحترام كل الأفكار حتى المختلفين معي قبل المتفقين وده دليل على الحمد لله أن حضراتكم بتهتموا بما نقدم هنا في هذا البرنامج اتنين وده الأهم وقبل الدخول في أي تفاصيل أنا حابب أن أنا أعتذر اعتذار واضح لا لبس فيه لكل من أساء فهم كلامي اعتذار واضح لا لبس فيه لكل من أساء فهم كلامي تحديدا ودول اللي يعنوني جدا 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 لأنه وصلهم تقريبا عكس المعنى الذي أقصده تقريبا عكس المعنى تماما الذي أقصده وصلهم أن كلامي فيه نوع من أنواع التهوين أو التقليل من شأن مادة التاريخ أو مادة الجغرافيا سواء في الدراسة أو في الجامعة أو حتى على مستوى العمل والكارير وده إطلاقا إطلاقا لم أقصده مستحيل مستحيل يكون ده قصدي أنا بكني ليهم كل احترام وبكني للمواد دي كل الاحترام خصوصا أن أنا عارف مدى قيمتها ثالثا هل يمكن العاقل هل يمكن العاقل لو أنا عائل عندي قدر من العائل أقول أنه ما تدرسوش تاريخ في المدارس أو يلغوا التاريخ من الجامعات أو التاريخ دي مادة ملهاش لازمة هل يمكن ده مش العاقل هل يمكن لمجنون حتى أن يقول كده مستحيل خصوصا العبد الفقير إلى الله اللي طول الوقت عمل أقول أن إحنا واحدة من مشاكلنا الأساسية أن إحنا ما بندرس تاريخ كويس ما بنتعلمش من تاريخنا كويس ما بنتعلمش من أخطاءنا كويس وأنه من لا تاريخ له ويعفهمه ويعلمه لا مستقبل له فمستحيل يكون قصدي من أي كلام أنه تقليل من أهمية مادة التاريخ أولا ده أنا معايا فقرة أسبوعية يعني الحمد لله بعد أعوذ بالله من كلمة أنا أنا اللي حريص عليها ومثبتها فقرة يوم الحد فقرة اسمها حص التاريخ مع الأستاذ الدكتور وسيم السيسي فقرة أسبوعية في برنامجي اسمها حص التاريخ علشان بخلاف المواد والدراسات والكتب يبقى عندنا فقرة هنا أسبوعية يقوم بوجبي هنا أن الناس تعرف تاريخها سواء الحضارة المصرية القديمة أو التاريخ القديم أو التاريخ الحديث من واحد من شيوخ التاريخ والتأريخ الأستاذ الدكتور وسيم السيسي فدي فقرة أسبوعية في برنامجي اسمها كده حص التاريخ يبقى أنا جاي بقول لكم إلغوا التاريخ كلام لا يعقل والحقيقة الله يسامح الله يسامح بعض المواقع اللي بتكتزئ الكلام وتقتطع الكلام وتيجي تحط عنوين ساخنة مقتطعة من سياقها عشان بس يتعمل الايه الاتراكشن والترند وكذا ومش مهم بقى نبقى الكلام ده صح ولا لأ كلام ده تقال ولا لأ هو ده المعنى المقصود ولا لأ مش مهم فالكمين اتعمل حلو بصراحة الكمين من بعض المواقع وبعض الحتة اللي عملت تركيبة كلام ان تامر امين يطالب بإلغاء دراسة التاريخ من المدارس تامر امين يقول ان التاريخ ملوش لازمة ومبيأكلش عيش أنا قلت كده هل اجرؤ اساسا من انا اقول كده كل ما قلته واعنيه وبعيده وهو دلوقتي انه المرحلة الثانوية بعد ما يكون الطالب اتأسس في المواد دي تأسيس كامل تأسيس كامل يعني ايه يعني خد تاريخ وجغرافيا وعلم نفس وفلسفة ومنطق من اولى ابتدائي اولى وتانية وتالتة وربعة وخمسة وستة واولى وتانية وتالتة اعدادي تسع سنين كاملين نؤسس فيهم ولدنا في المدارس التأسيس الكامل سواء بالتاريخ عشان يعرفوا تاريخهم ويحفظوا تاريخهم ويفهموا تاريخهم بالاضافة الى النواحي اللي ليه علاقة بالوطنية والانتماء وربط الانسان بوطن وتاريخه ده يحصل بجرعة كاملة وزيادة وتكفي في التسع سنين دولي وكمان يدرسوا من اولى ابتدائي لحد تالتة اعدادي الفلسفة والمنطق عشان يطربوا وينشأوا جيل عنده القدرة على التحليل العلمي والفكري والمنطقي والفلسفي في التفكير بدل ما يبقى ابا تسجح وحفظ ورص الكلام بس يبقى عنده القدرة على التحليمي خلال دراسة هذه المواد المنطقية الفلسفية التحليلية في التسع سنوات الاولى اللي انا بسميها التعليم الاساسي التأسيسي ست سنين ابتدائي وتلاتة اعدادي وصلنا بقى بعد ما خدوا الجرعة كاملة وخدوا جرعة التاريخ كاملة لحد ما هضموها واستوعبوها وصلنا الى التعليم الثانوي اللي بيتسمى بره الهاي سكول هنا انا كل كلامي حتى ما قلت شلقوا التاريخ قلت ان خلوا كل المواد بما فيها التاريخ اختياري بناءا على تخصص ورغبة الطالب يعني التاريخ اللي عايز يخش في السنوي وعايز يدرس تاريخ ويتخصص في التاريخ ويكمل ويخش بعد كده جامعة يدرس فيها تاريخ ويطلع مدرس تاريخ او يطلع مؤرخ او 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 على عيني وراسي ويبقى المجال ده موجود بس مش اجباري زي بالزبط على فكرة اللي انا قلت مبارح مش بدعة لانه حاصل بالفعل حاصل بالفعل ازاي حاصل بالفعل هو يا سادة من عشرات السنين طلبت علم علوم وعلم الرياضة في مصر بيدرسوا تاريخ بيدرسوا جغرافيا بيدرسوا علم نفس ومنطق وفلسفة لا ليه لان هم هتخصصوا في مجال بعيد عن ده مش معنى كده المجالات دي وحشة بس هم راحوا للسكر فقردي فكرة الاختيار موجودة موجودة من عشرات السنين اهو ان انا عايز امشي ادبي او امشي علمي خلاص مش هندرسله المواد الادبية والانسانية اللي انا قلتها لحضراتكم دي ده معناه تقليل من شأنها ابدا ابدا فاللي انا بقوله انه خلوا الناس عند الثانوية العامة بعد ما يتأسسوا في كل المواد والجرعات المهمة اللي انتوا عايزينها من المعلوم العلمية والمواد الاجتماعية الانسانية التاريخية الفلسفية كده نوصل بقى ده بقى زي باوروبا مش احنا بنفكر والدولة والسيد الرئيس والحكومة طرحوا فكرة تطوير التعليم وتطوير المناهج للحوار المجتمعي منذ شهور واسابيع فكل واحد عليه انه يفكر على فكرة انا بقول افكار اختلف معايا في الفكرة لكن ما تروحش الفكرة التشويه او الاهانة او التحقير معاذا الله ان انا احقر شخص او احقر شيء مين احنا عشان نحقر حاجة احنا بنتبادل الافكار زي العصف الذهني كده البرينستورمينج فكرة انا قلها وانت تقولها وحد تاني يقولها وتيجي تقول لي والله لا اتمن الفكرة انت بتقولها دي مش صح لانا ممكن نعمل معا دي كذا فانا جبت شكل من اشكال تطوير المناهج اللي في اوروبا وامريكا اللي هو الطلبة في المدارس لحد الاعدادي ياخده كل حاجة عشان يتأسسه كويس ثم يصل الى مرحلة 16-17 سنة بقى هو داخل سنوي خلاص ده بقى عنده قدر من انضضج انه يعرف ياخد ايه ويروح فين فانا استحدث له في المواد الادبي بخلاف التاريخ والجورافيا وكذا بعض المواد الاخرى زي الموارد البشرية والهومن ريسورسز والتنمية المستدامة والفنون الاتصال والبرمجيات والتخطيط والتسويق وكل الامور دي اللي هي استجدت علينا واصبحت لغة العصر فانزودها وانسيب الطالب يختار الطالب عايز يروح تاريخ ويكمل تاريخ يتفضل اهلا وسهل عايز يروح للمواد البشرية للاستدامة للبيئة للاتصالات للبرمجيات يروح وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وليبدع المبدعون فهذه ببساطة هي القصة دون اضافات او حذر وانا حابب اقول لكم ببساطة شديدة خذوا مني ولا تأخذوا عن الاخرين مني يعني ايه يعني الكلام خذوا مننا سواء اللي قلتوا مبارح او اللي قلتوا النهاردة بهذا الوضوح عشان حتى مبارح لو كان فيه لابس او كنت منفعل شوية او كنت بقول كلام هذه المرة هي وثيقة انا بقولها من اول ما ابتدت الحلقة لحد دلوقتي كل كلمة انا قلتها دلوقتي انا مسئول عنها مسئولية كاملة فيما يتعلق بانه ولا كلمة عن التاريخ دي مادة العظمة ومصر اساسا قائمة على تاريخها وحضرتها ولازم ندارس تاريخ وجرعته كاملة بس الحد تلتة اعداد زي ما انا قلت ثم بعد كده هيبقى اختياري زي ما انا بروح ااخد فيزي اختياري او كيميا اختياري او لغات اختياري او كذا اختياري كل حاجة يبقى اختياري ما يبقاش اجبار هي دي بس ببساطة الفكرة التي انا تحدثت عنها انبارح وشرحتها ونيتي فيها هو الاصلاح والتطوير كطرح افكار انا لو ملزم حد ولا بفرد كلامي على حد ولا بقول ان انا صح وغير غلط بالعكس انا ممكن طول الوقت بقول كلام غلط بس على الاقل دور الانسان اللي هو انا اجتهد اذا انا موجود وانا افكر اذا انا موجود فبنطرح الافكار لا اعترضوا عليها واتفقوا عليها لكن دون تشويه او تخوين او اقصاء او 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 لانه مش مدرستي اطلاقا ومرة تانية ومرة تانية بالنسبة لاسادسة الجامعات واسادسة المدارس في مواد التاريخ والجورافي كل الاحترام ليكم كل الاحترام ليكم ولا اقصد الاهانة ولا التقليل ابدا بالعكس انتوا اذات زيتنا اللي بتعلمونا وما فيش دولة في الدنيا ما فيهاش اسادسة التاريخ واسادسة علم نفسه واسادسة الجغرافيا ده يبقى دولة يعني مهيضة الجناح فيها حتة نقصة بس انا بقول ان اللي عايز يمشي في السكة دي وصلها ويبقى استاذ جليل او عالم جليل في الاستاذ في التاريخ او كذا تمام بس اللي مش عايز ما نجبروش ده بس كل منطقي في الطرح اللي مش عايز ما نجبروش وانسيب الطلبة تختار وفقا لأهواءها ورغباتها وميولها ومتطلبات سوء العمل هو ده بقى الهدف الاساسي من كلامي كله ان في اعتقادي ان المرحلة الثانوية مؤهلة بشكل مباشر لسوء العمل تاخد اللي انت عاوزه وتدرسه فيه الثانوية بعدين لك مقتلق الحرية تكمل في الجامعات والمعاهد او تروح الى سوء العمل مباشرة ويبقى معاك ساعتها السلاح اللي تقدر تشتغل به خدوا بالكم في اوروبا وامريكا نسبة بسيطة بس من الطلبة هم اللي بيكملوا جامعات هل عندكم معلومة دي حضراتكم في اوروبا وامريكا في العالم الغربي مش كل الناس بتتخرج من الثانوية اللي هو الهي سكول هناك فيقوم داخل كوليج اللي هي الجامعة ده نسبة ضعيفة للي عايز يكمل دراسته بالشكل ده لكن الغالبية بيخلص رايز كول ثم ينطلق الى سوق العمل بس بعد ما يكون متسلح بالاسلحة اللي تنفع انه هو يشتغل شغلانة وينجح فيها ويفيد بلده ويفيد نفسه فالقصة ارجو انها تنتهي عند هذه النقطة لانه فعلا انا يدايقني اوي يدايقني اوي انه ابقول كلام واعني كلام واقصد كلام فيه الاصلاح وفيه التطوير وفيه المصلحة العامة فافجأ ان الكلام تحور وتأول الى ان انا عايز ضرر او ان انا باهين حد او بشوح حد لا اجرؤ على اهانة حد ومرة تانية رغم توضيح كلامي اهو كل من اساءه كلامي او اساء فهم كلامي فانا بعتذر له انتو عارفين حضراتكم طبعي انا لا بخجل من الاعتذار ولا بتكبر على الاعتذار ولا بتكسف من الاعتذار ولا 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 بعد اقول اصل بيش عارف لا الاعتذار واضح لا لابس فيه اهو لكل اللي زعل لان حضرتك المشاهد بتاع اخر النهار وبتاع العبد الفقير الله تابر امين فمدام زعلتي بحقك على راسي حتى لو ما كانش اصدز عليك بس في النهاية زعلت فانت دائما على حق ايها المشاهد وايها المواطن تحقك على راسي وارجو انه زي ما انا قلت لك ان اخذوا مني ولا تأخذوا عن المواقع عني الكلام اللي انا بقوله في برنامجي هو اللي انا بسئول عنه لكن مقتطفات ومقتطعات ومجتزئات المواقع والعناوين السخنة الرنانة اللي بتتلف عشان تبين معنا معين انا مش مسئول عنها انا مديع تلفزيون مش مديع مواقع فارجو لكل الناس انها يعني تعرف الاكيد وتتأكد من حسن نيتي والدليل على اللي انا بقوله فيما يتعلق بحسن النية وان احنا كلنا بنفكر وكلنا بنطور وكلنا عايزين الصالح هو ما صدر اليوم من قرارات من وزارة التربية والتعليم وحد حيقول يا تمر انت كنت عارف ومش عارف انا كنت عارف حاجة واحدة ان مبارح وزارة التربية والتعليم اعلنت ان النهاردة في مؤتمر صحفي لاعلان بعض الافكار والقرارات الجديدة لاتخدتها الحكومة ووزارة التربية والتعليم من اجل اصلاح التعليم هذا ما عرفته وتقريبا كل الاعلام في مصر عرفه بناء على البيان بتاع الوزارة التربية والتعليم اما مضمون القرارات وحيحصل ايه الله اعلم بس اللي طلع النهاردة من وزارة التربية والتعليم يوافق الاجتهاد اللي انا عملته مبارح وهي فكرة انه تعالوا نفكر احنا متضايقين من الخدمة التعليمية ومن المنتج التعليمي على مدار عشرات السنين فالدولة دلوقتي عايزة نغير فلعشان نغير لازم نفكر ونخرج برا الصندوق فكان تفكيري هو خروج برا الصندوق في الاطار اللي انا قلت لحضراتكم عليه هنا الوزارة اعلنت النهاردة نفس الاتجاه الفكري وهو ان احنا هندمج بعض المواد وحنضيف بعض المواد وحنلغي بعض المواد وحنقلل بعض المواد فيما يتعلق به المعلوم وعلم الرياضة وحنعمل كذا وحنعمل واحد سنة اولى ثانوي فيها مواد معينة حنخلي المادة الاجنبية الثانية مادة اختيارية مش اجبارية والاكتفاء بالتركيز على مادة اجنبية او لغة اجنبية وحدة للقصة وقدام حضراتكم اهو التشارتز او اللوحات اللي عليها كل التعديلات الجديدة التي اعلنها السيد وزير التربية والتعليم اليوم ابرزها انه الصف الاول الثانوي بدل مكان السنة دي طالب الصف الاول الثانوي بيدرس عشر مواد السنة الجاية ابتدأ من السنة الجاية ان شاء الله هيدرس ست مواد والمواد مكتوبة قدام حضراتكم اهيه حملوني بس عشر الشاشة بعيدة اللغة العربية الانجليزي العلوم المتكاملة التاريخ الفلسفة والمنطق والرياضيات تمام الشريحة اللي بعدها صف التاني الثانوي الطالب حيدرس ست مواد بدلا من ثمان مواد كويس القسم العلمي حيدرس عربي احياء انجليزي فيزيا كيميا رياضيات اما القسم الادبي حيدرس لغة عربية تاريخ لغة اجنبية اولى علم نفس جغرافيا رياضيات وده جديد اهو ده جديد اهو عشان تسمعوا حضراتكم ادبي بيدرس رياضيات وده حاجة حلوة جدا جدا ليه؟ لانه الادبي يتفقه ويتخصص في العلوم الادبية والانسانية والاجتماعية بس يبقى عنده الحد الادنى من معرفة الرياضيات لانها اصبحت لغة المستقبل وعلم المستقبل ومفتاح سوق العمل فلازم يطلع كمان بالحد الادنى من الوعي الرياضياتي مع تخصصه في المجال الادبي وده انا رأيي ان اقتراح وقرار ممتاز من وزارة التربية والتعليم بالنسبة للصف الثالث الثانوي هيدرس الطالب خمس مواد بدلا من سبع مواد نخش على شعبة العلوم هيدرس لغة عربية اللغة الاجنبية الاولى احياء كيميا وفيزيا طيب اللي بعده شعبة الرياضيات هيدرس لغة عربية لغة اجنبية اولى رياضيات الكيميا والفيزيا اخر حاجة الادبي هيدرس عربي وانجليزي وتاريخ وجغرافيا واحصى ادي كل التعديلات وكل الاقتراحات وكل التغييرات وكل الاطروحات اللي في المؤتمر الصحفي اللي عقده وزيد التربية والتعليم اللي تأتي كلها في اطار محاولة التطوير محاولة التحديث التفكير برى السندوق القديم كسر التبهات القديمة اللي احنا عيشنا عليها لسنوات في محاولة للحاق بركب المنتج التعليمي القوي اللي محاصل فيه العالم الغربي ومش عيب ان احنا نتعلم ممن سبقونا علشان نلحقهم ونصل الى ما وصلوا اليه كل ما حدث النهاردة من وزارة التربية والتعليم يأتي في اطار هذا الاتجاه اللي مرة تانية بعيد وبكرر كلنا المفروض مدعوين للتفكير فيه طرح الفكرة ليس عيبا طرح الفكرة ليس عيبا والفكرة يرد عليها بالفكرة ونختلف حتى نتفق في النهاية ومرة تانية حقوقوا على رأسي للزعل وفي النهاية لا نبغي والله بحسن النية الا المصلحة العامة مصلحة الطلبة ومصلحة الوطن اولا واخيرا حكلمكم عن لقطة رياضية سريعة وبما اننا حنتكلم عن الرياضة طبعا مهم جدا اننا نوه انه ضيفي الرئيسي والمهم في هذه الحلقة بعد المقدمة الاخبارية مباشرة هو الدكتور محمد الامين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد اللعبة اللي مشرفانا ورافع رصنا رغم العدم التوفيق اللي صاحبهم ولازمهم مش عايز اقول الاخفاق الحقيقة لانه قلبي ما يطوعنيش اقولها مع اتحاد اليد يا ممكن اقولها مع اتحادات تانية اتحاد اليد كلمة الاخفاق دي توجعني شوية في حالة عدم التوفيق الذي صاحبهم فيه بطول اولمبياد فاريس لكن في النهاية رصيد كرة اليد ومنتخب اليد واتحاد اليد عندنا لا الحقيقة اشفعله سنين قدام بعد الفرحة والانتصارات والرفع تراس اللي هو عملها لنا على مدار سنوات طويلة النهاردة هنتكلم عن كل اللي حصل فيه الولمبياد وعدم التوفيق في موراة اسبانيا اللي ما اهلت لناش للسيمي فاينال ثم تخطيط الاتحاد الى ان شاء الله التعويض والعوض يا رب من عند ربنا في كأس العالم القادمة في يناير الفين خمسة وعشرين باذن الله تعالى في ثانية كده عندي همسة في اذن مجلس ادارة النادي الاهلي الهمسة تقول كهربة مننا بس كهربة يا مجلس ادارة النادي الاهلي مننا معناها ايه اللي انا بقوله ده معناها اذا كان في تفكير في الاستغناء عن كهربة او ان كولر بعد ما وجد ضلطه في وسام ابو علي والكلام دلوقتي كمان ان الاهلي بيفوض بعض المهاجمين عشان يجيب مهاجم تاني مع وسام ابو علي فممكن يكون كولر اعطى الضغل اخضر لمجلس ادارة النادي قال لهم خلاص لو عايزين تبيعه كهربة او يعروه خلاص هو مش في اهتماماتي قوي ممكن والكلام بيدور في السكة دي انا كلامي المختلف بس اللي انا بقوله انه مش كل حاجة بالورقة والقلم مش كل حاجة تتحسب بالورقة والقلم ومش كل فرامنات كولر تنفذ زي ما هي طبعا المدير الفني هو اللي له الصلاحية وهو اللي له الرؤية طبعا طبعا ولا كلمة انا بقولش ما بقولش ان احنا نفرد على كل النامين يلعب وما يلعبش بس في النهاية احنا كمجلس ادارة وانا هنا بتكلم بالسان مجلس ادارة النادي الاهلي احنا كمجلس ادارة لينا رؤية اشمل من الرؤية الفنية بس يعني ممكن يبقى معانا تلعبوا وما تلعبوش ده قرارك انت يا مدير فني لكن فكرة ان هو يبقى موجود في الاهلي او مش موجود في الاهلي ده قرار فوقي لمجلس ادارة النادي الاهلي اللي بيشوف المصلحة العامة وبيشوف كل الزوايا مش الزاوية الفنية بس فاكرين الكلام ده انا قلته لكو من كام شهر على محمد مجدي افشة لما كان كولر افش على افشة كولر لما كان افش على افشة انا طلعت هنا وقلت المجلس ادارة النادي الاهلي يا مجلس تدخل بسرعة لان افشة ده ما ينفعش يخرج برا الاهلي الرجل ده عينة الاهلي نوع الاهلي جينات الاهلي فالحفاظ عليه والحمد لله ان كلامي صدق وربنا كرم افشة من واسع بقضيتين تانيين قضية مطش بيراميدز اللي تقريبا حسمت الدوري ثم قضية حسم الدوري بجد في مطش سموحة اللي انهت القصة وحسمت الدوري للاهلي المرة الاربعة واربعين في تاريخه فربنا كرم ونتيجة كلام على افشة الحمد لله اصابت الحقيقة كلامي كمان عن كهرباء كهرباء شخصيته وكارزمته وحبه للاهلي وعلاقته الحلوة جدا 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 بينه وبين كل اللاعبين وبينه وبين جماهير الاهلي قاطبة يخليني يفكر الف مرة قبل الاستغناء عن كهرباء حتى لو لم يكن في حسابات كولر الاصلية محدش يعرف محدش يعرف الاصابات عاملة ازاي تدور الدوائر ويحتاج له زي ما كان عبدالقادر ما كانش في حسابات كولر ثم دارت الدوائر ويحتاج له بالمناسبة الاهلي جدد لعبدالقادر سنة وعبدالقادر طلع عبدالقادر حيطلع اعارة الى قطر لمدة هذه السنة وطبعا عرفتوا ان عبد محمد عبدالنعم خلاص مبروك الى نيس في فرنسا بربعة مليون يورو زائد مليون يورو اضافات وزيادات وحاجات من دي ربنا يوفقك عبدالنعم وتبقى من طيور مصر المهاجرة زي صلاح وغيره من اللاعبين اللي شرفونا ويه انا مع فتح انا مع الفتح فكرة انانية الحفاظ على اللعيبة ضد الاحتراف دي انا مش معها انا مع الفتح والزمالك لازم زيزو يحترف بس يحترف في حتة حلوة تزود له مستوى وتسقله وتخليه يرجع للكرة المصرية والمنتخب مصر اضافة كبيرة فانا هنا ما بفكرش اهلي وزمالك خالص انا بفكر في الكرة المصرية واسيبوا اللعبة تحترف علشان يبقى عندنا عشرة خمستاشر عشرين زي محمد صلاح رجوعا وختاما كهربا من النوعيات اللي المفروض تبقى موجودة في غرفة ملابس النادي الاهلي وعلى قيمة النادي الاهلي حتى لو مش في الملعب هيجي يوم وينزل الملعب اساسي لكن على الاقل الكيميا اللي بينه بين اللعيبة والحالة وعشقه للنادي الاهلي وحالة العشق اللي بينه وبين الجماهير تستعق من احنا نقول لبجل الزارة النادي الاهلي كهربا مننا ما تخلهوش يمشي طيب النهاردة ابتدى في مهرجان العالمين اللي هو العالم العالمين رالي في نسخته الخمسة رالي ايه انتوا عارفين الرالي هو سباق السيارة بس ده رالي مختلف بنكهة مختلفة ومذاق مختلف وطعم مختلف كاختلاف مذاق وطعم ونجاح مهرجان العالمين رالي السيارات الكهربائية هذه هي النسخة الخمسة من هذا الرالي او الدورة الخمسة لهذا الرالي والحقيقة ان قبل ما اتكلم عن الرالي لازم اتكلم عن المهرجان احنا امام لوحة لوحة رسمتها الشركة المتحدة والدولة المصرية في اقامة هذا المهرجان منذ بداية شهر سبعة ومستمر حتى يومنا هذا والحقيقة انه مهرجان زي ما بيقولوا بالفرنسية كده كملفو كملفو يعني كما يجب ان يكون لان في حاجات كتير وفعاليات كده بعض الناس بيعملها يقولك ده مهرجان مهرجان ايه هذا هو المهرجان مهرجان يعني فعاليات رياضية وفعاليات ثقافية وفعاليات فنية وفعاليات ادبية وفعاليات طرفيهية وفعاليات تسويقية والشرط الاساسي في كل الحاجات دي انها تبقى متاحة للجميع مش لفئة او لشريحة او لصفوة من الناس بالعكس العالمين مدينة لكل المصريين فبالتالي مهرجان العالمين بكل فعالياته متاح ومباح لكل المصريين وده اللي احنا شفناه في الاسابيع الاخيرة لما كتير من الطبقات والفئات اللي كانت قلقانة من الذهاب الى الساحل اتشجعت وراحت وجربت فعرفت انه البلد بلدها والعالمين بتاعتها مش بتاعت بعض الشرائح المادية المحددة ثم ننتقل الى هذا الرالي اللي فكرته عبقرية الحقيقة هو واحد من الفعاليات كمان الرياضية والطرفيهية الحلوة اللي معمولة لزوار مهرجان العالمين واللطيف فيه كمان انه هذه السيارات من ابتكار وصنع طلبة الجامعات يعني فيها طرفيه وفيها رياضة عشان رالي وفيها ابتكار وفيها تشجيع للشباب وفيها صناعة وفيها كهرباء علشان نبعد عن العوادم والمحروقات وكذا وندعم نحو اتجاه السيارات الكهربائية والمحافظة على البيئة والاستدامة وما الى ذلك فهي فكرة رائعة من القائمين على مهرجان العالمين بحييهم عليها النهاردة ابتدى الرالي وحيستمر على مدار يومين الاربع والخميس اهلا بحضر لكم عودنا بعد الفاصل النهاردة استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية شقيقه الرئيس الصومالي الشقيق دكتور حسن شيخ محمود في قصر رئيسة الجمهورية والحقيقة انه تعرفين العلاقات الافريقية من الاولويات اللي وضعها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مش من النهاردة منذ ان تولى رئيسة الجمهورية في مصر في عقاب ثورة 2013 المجيدة وطم وضع المحور الافريقي واستعادت مصر لكامل علاقتها الافريقية الافريقية المتميزة لدرجة الحمد لله ان احنا عدنا الان الى افضل كمان من علاقاتنا السابقة في عصور مضت مع القرى الافريقية واصبح في تعاون وتكامل واحترام وتنسيق مواقف ورؤى مشتركة وبروتوكولات تعاون وود وتقدير على مستوى القيادات وعلى الشعوب بشكل الحمد لله اثلك صدورنا جميعا النهاردة السيد الرئيس اتكلم عن اهمية العلاقات مع الشقيقة الصومال باعتبرها واحدة من الدول الافريقية المهمة استراتيجيا وانقرافيا وكمان سياسيا واكد السيد الرئيس على دعم مصر الكامل لوحدة الصومال واستقلال اراضيه وعدم التدخل من اي جهة في شؤون الصومال الداخلية وده ثابت من ثوابت الدبلوماسية والسياسة المصرية هي الحفاظ على وحدة واستقلال الدول الافريقية الصديقة والشقيقة وتم تثمين التطور في العلاقات المصرية الصومالية من خلال فتح خط طيران مباشر ما بين القاهرة ومقدشيو العاصمة الصومالية بالاضافة الى فتح سفارة مصرية في مقدشيو العاصمة الصومالية ايضا وفي نهاية المؤتمر الصحفي تم توقيع بروتوكول تعاون عسكري ما بين البلدين مهمة جدا العلاقات المصرية الافريقية في هذا الاطار في دقيقة تنبيه وتحذير واعلان تنبيه وتحذير واعلان ارجوكم 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 انا عارف ان السطار موجود ربنا موجود سبحانه وتعالى وهو السطار وهو اللي بينجي وهو الحافظ بس ارجوكم خلوا بالكم من السرعة في قيادة السيارات ارجوكم قبل ما خوفكم واقولكم القانون والنيابة وكذا قبل ما ده عشانكم عشان صحتكم وعشان اروحكم وعشان ولادكم وعشان الناس اللي في الشارع اديكم شايفين في الاسميع الاخيرة كم حدثة عاملة ازاي لقتل خطأ وحوادث السرعة اخرها اللاعب احمد فتوح وقابليها المطرب عصام صاصة وقابليها ناس كتير بس مش معروفين يعني يمكن احمد فتوح وعصام صاصة عشان دون شخصيات عامة واحد نجم في الكرة واحد نجم في الفن فالاخبار تدولتهم بشكل كبير وتمت تصلية الاضواء على الحدثتين دون لكن يوميا بيحصل حوادث انه شخص بسبب السرعة سواء هنا او على الدائرية او على المحور او في شوارع القاهرة او في محافظات او على الطريق الساحلي او في الطريق الصحراوي او بسبب السرعة بيتم دهس المواطنين او اصابتهم او لقدر الله قتلهم بشكل خطأ فالموضوع زاد فانا بقول لكم قبل القانون خلوا بالكم من نفسكم ومن ولادكم واوعى توقع نفسك في الكرسى دي اوعى توقع نفسك في الكرسى دي ان انت تتسبب في مقتل شخص وتلطيم اسر كاملة بسبب رعونة او سرعة زيدة هتوصل البدري عشر دقايق هتوصل البدري خمس دقايق هتعمل ايه يعني ايه الفرق في السلامة في الامان وفي العجل الندامة وفي ايه تأني السلامة اللي يزيد بقى الخوف والحرص والتحذير هو النيابة العامة اللي الحقيقة تفاعلت بشكل محترم جدا مع ظاهرة الحوادث الاخيرة دي وقررت انها تضع لها حد لان النيابة العامة هدفها الاساسي قبل الحفاظ على الحقوق والثروات الحفاظ على الارواح ودي الاغلى التي لا تقدر بثمن فالنيابة العامة قررت انه مخالفات تجاوز السرعة سيتم احالتها بعد كده الى محكمة الجنايات وده اللي فعلا اعلنته النهاردة النيابة العامة فيما يتعلق بتحويل 82 متهم من متجاوز السرعة الى المحاكمة الجنائية وتحويل 128 جريم التجاوز السرعة لسيارات النقل وقدمت سبعة منها للمحاكمة الجنائية وصدر ضد مرتكبيها جميعا عقوبات بالحبس والغرامة وايقاف رخصة القيادة فبالتالي الموضوع دلوقتي يفوش هزار مش بقى شطرتي ان انا اعدي السرعة ولا اهرب من الرادار ولا قصة فاش هزار اولا لصحتك والارواحك والحياتك انت ولادك وحياة الناس ثانيا لان القانون الان لن يتهاون النيابة العامة ستتعامل بمنتهى الحزم من اجل انهاء هذه الظاهرة وهي على حق تماما اهلا وسهلا بحضراتكم زي ما نوهت منذ قليل الدكتور محمد الامين رئيس الاتحاد المصري للكرة اليد مشرفنا واننورنا متحدثين عن واحد من الملفات المهمة جدا وهو منتخبنا المصري للكرة اليد واللي للأسف الشديد زي ما انا قلتلكم يعني مش حادر اقول فشل في تحقيق المستهدف لانا بقول لكم لسنة يعني ما بيقدرش ينطع الكلمة دي مع اليد لكن لم يصاحبه التوفيق في المباراة المصيرية في ربع نهائي اولمبياد باريس في المباراة دمام اسبانيا وبعض التفاصيل الصغيرة جدا منها سوء التوفيق ومنها اشياء اخرى نتكلم فيها حال الدول وصلنا للمربع الذهبي والتنافس على ذهبية لكن زي ما انا قلت رصيد اليد معانا يشفعله انه يقع مرة يعمل مرة لا عنده رصيد يسمع عارفين في بعض لحيك نقولك رصيدك خلص لا تحاول لكن رصيد اليد يسمع مساء الورد يا دكتور يا اهلا بيكو سستامي وسعيد جدا بهذا اللقاء وبالمقدمة دي ربنا يعزك انت عارف انتو غالين علينا ازاي وانا تحديدا بكن لحضرتك ولكل اسرة كدة اليد مجلس دارة ولعبين واجهزة فنية كل حب وقبل الحب التقدير والاحترام لان الحقيقة نتيجة العمل والاكتهاد لازم الواحد يقابلها باحترام وتقدير شكت جدا جدا شرفتني ونورتني وخليني الاول ابدأ مع حضرتك بيعني اكتر لعبة وجعتنا كورت اليد يعني احنا زعلانين من بعض الالعاب التانية بس ما كناش ايه حطينا عليها رهان قوي لكن كورت اليد تحديدا انت عارف مكانتها في قلوب المصريين وهي اكتر حاجة بجد وجعتنا ولحد النهاردة الحقيقة انا عندي لسه حيطة هنا من مقشق اسبلي هي وجعتنا كلنا اه يعني احنا احنا كنا يعني احنا بلقنا نتأقلم مع الناس مش هقول مؤخرا لازلنا لازلنا في حالة مش زهول ولكن في حالة صدمة صدمة في اننا محققناش للي كانوا منتظرين مننا هذا الحلم والميدالية واحنا اشتغلنا للحصول عليها فعلا ولكن اه جاءت الاقدار الاقدار اه ليه لان احنا يعني شو رح سستمر لما نيجي نقيم لو احنا بناخدها بتقييم علمي اه اقول لك احنا يعني مثلا بتاريخ الدورات الاولمبية احنا في افضل مكانة قياسا بمصر يعني لو انا بقول مصر فين اولمبيا من اول مشاركة ازاي دا احنا واخدين رابع توكيو واخدين رابع توكيو انا بتكلم بالفترة الاخيرة اه بصفة عامة بصفة عامة اه يعني انا احنا مثلا بدأنا اه افضل كان حالة السادس اطلنطا صح والسابع بعدها اه سيدني اه وبعدين بدأنا في الفترة دي اه نبدأ بقى السبع الاثناشر والحداشر والتاسع والعاشر والفترة الاثناشر ما دخلناش اصلا ما تقاحلناش ولغاية لغاية اخر دورتين اولمبيتين اللي احنا فيهم رابع خامس ما اقدرش اقول لتنين زي بعض يعني رابع وخمس ما فهمش من داليات صح لكن ما نقدرش برضو نقول ان دا كان حلمنا حلمنا ان احنا اه مستوانا يقاحلنا جدا انا بقول مستوانا يقاحلنا ان احنا نبقى مع الكوباو مع الوظماء في كورة اليد صحيح خصوصا كمان يا دكتور البداية بداية البطولة ادتنا تشجيع فظيع انه فرنسا اللي كانت مسببا لنا عقدة وكانت دايما ما نعرفش نقول منها حق ولا باطل احنا صحيح تعادلنا معها بس احنا كنا متفوقين ومكتسحين وهم اتعدلوا معنا بصعوبة شديدة في اخر سنية دا حقيقة الحقيقة ان احنا احنا في كانت مجموعة المود اللي كانوا ما يطلق عليها يعني الدنمارك وانوين وفرنسا والمجر والمجموعة دي اا كانوا اول ما تعملت القرعة الناس كلها قالت احنا فين من المجموعة دي صحيح كن ان احنا نطلع تاني دا بيدل على ان احنا اا كفرق متكامل صحيح حلبا بقى بان احنا كان فيه ظروف خاصة انا مش عايز اقولها اسباب لان انا لو انتكلمت هبقى بجيب اسباب اه بالزبط انا مش هتكلم في دي لكن طبعا دا نشرحها برضو نشرحها يعني كان فيه عندنا لاعبين وباط صليبي في فترة التأهيل صح زي احمد هشام احمد هشام دودو ومحمد طارق صح وناس منعتهم الاصابة زي حميد ملعب وكان طبعا الفترة كانت كويسة او بيحيا خالد كان رجع لمستوى الحمد لله لكن صابته كانت في المباراة الاخيرة صح نلعبنا المباراة الاسبانية كلها من غير ضاير ايمن اه بالزبط هو تصاب ونزل مهاب لا مهاب تصاب الاول وبعد كده هو تصاب لا العكس بصوا بقى شوفت انا انتبع زيك ازاك لا هو مهاب كان مصاب عضلة ضم لا انا بكلم على المطش في المطش اه اه نزل يحيا كان اساسي ايوا بعد سبع دقايق 8 دقايق تصاب نزل مهاب مكانه دقايق وتصاب فبعد عشر دقايق احنا نلعب من غير باكينة لانه نزل مصاب لانه نزل مصاب نزل مصاب بس ما كانش في غيره ما كانش في غيره فاضطرنا نلعب بسيف الدرع يمين صح ولكن طبعا الباكرايت ده لازم اشوال مش عدلته اه مش عدلته بالزبط اه احنا كمان لو انا باجي للمباراة الاخيرة احنا اصرنا اولادنا اه خنهم الحظ مقدرش اضغط عليهم يعني خنهم الحظ في الشرط الاول كان مفروض نطلع مش اربعة تمانية تسعة عشرة زي ما الدنمرك عمل معنا بس كان لها سبب لكن احنا كنا متسيدين الشرط الاول وكان ممكن نجيب الفرق اللي يعجز اي منتخب تاني ضدنا اللي رحقنا صح صح جدا احنا كنا حسينها تماما وكنا قلقانين مش الفرق الاربعة لان انا مش ضامن ظروفك مصبو وبالفعل لا احنا بنا عارفين الدروبات اللي بتحصل في الشرط التاني التواريخنا معها معروفة اه لكن لكن انا يعني انا مش عايز انا اقول اسباب اه يعني انا في بعض اللاعبين كانوا بيلعبوا لوقت معين حفاظا عليه تقريب الطبي بيقولوا انه ما يكملش صح فكان بيلعب صح ولازم يرتاح ويلعب تاني بس بسبب نقص اللاعبين المدير الفني اضطر انه يلعب اللاعبة تقريبا معظم الوحل اذا كان حمل زيادة عليهم كان احمال زيادة فقال مفهوم اه الحارس نفس الحكاية اه محمد علي كان لازم يرتاح بالتوقيت الشرط التاني كان باين عليه الجهد اه اه وهو قدى كويس جدا جدا كان من نجوم البطولة الحقيقة طبيعا اه اللي انا عايز اقوله بقى يعني ارجع خطوة كده اه احنا بنقيم اي عشان الناس اللي بتكلم في الرياضة يبقى ايه بي يعني شوية بيتروي شوية كويس لما يكون عندي لعبة رقمية سهل قوي يعني انا عارف كويس او انا رقمي كام سباحة اعب قوة مفهوم زي رفع الاسقال انا عارف ان انا حرفع كزا ده حيحطني في المركز الكز في الزبط فده متوقع انا عارف مكاني تقريبا مش بالدقة صح لان الكل اللي قال ليه الزغوف الخاصة لكن انا عارف تقريبا انا رايح اعمل ايه وفيه طبعا القرعة مع النزالية الالعاب النزالية اللي هي زي الجودو زي الطايكوندو زي والقرعة ممكن توقعك مع بطل العالم في الدور الاول وتخرج اه الحاجات دي لازم تكون محسوبة صح لازم واحنا بنقيم قبل بندوس على ولادنا لازم تكون محسوبة الالعاب الجامعية اصعب مشكلتها بقى فاش ارقاب وما نحسبهاش فانا قلتلك ايه احنا كنا زمان وبقينا دلوقتي لا مش مقياس صح كل مبارا وليها ظروفها بالضبط انا علميا اقول لك ايه ايوة دي تعاقبة مجالس معينة رفعت لنا ولا غيري ممكن يكون واحد يبدو انه كان فاشل في تكوينه يبدو اي لكن هو كان هايل جدا وعمل ناشئين وطلع بيهم صح هو احنا اللي جانينا مفهوم مفهوم اه فالالعاب الجماعية اه لها 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 سلسلة طويلة مفهوم وبعدين لما نيجي نتقيم الالعاب الجماعية مش اقول قرعة زي ما احنا قلنا قرعة الموت وغاوة كلام دا لأ وبقول امكانات لعبين ومدرب فاهم امكانات اللعبين وفاهم الخصم طمام وبعدين مجريات المباراة نفسها لا تكتك ده في لحظة تأكيد لما لما ما عنديش بكريت طب هلعب بمين صح هو هلعب معي ايه هيفضل الجنب التاني صح كل دا بس هو الحقيقة دكتور محمد عشان مرضو بقى امين معاك انه فعلا انا انت عارف انا يعني متابع جاد جدا انا وشفت وصحونا بدري في مطشة اسبانيا دسة عاشت الصبح بس تعبنا بعد المطش بسبب ضغط الدم اللي ارتفع لكن في الشوت واحنا متقدمين في الشوت الاولى اربعة اربعة اهداف في الشوت التاني انا قاعد مستني الدروب قاعد مستني الدروب الحمد لله الدروب ها ما حصلش يعني فيش فترة حصل فيها فاجوة واللي حصل فيها زي ما حاك تفضلت بيه انا اشهد انه فيه سوق توفيق خصويا الاخر عشر دقايق كرة الناحية دي ما بتخشش وكرة الناحية تخش وبشكل يعني حتى غريب يعني يحيى الدرع ضاع كرة ده بيجيبها وهو مغمط انفراض بيجيبها وهو مغمط يعني يعمل كده هو يعملها وبيحطها في حتة معاينة مضمونة حطها معرفش ليه المرة دي عكس يعني هي خد بالك ان الهدف باتنين على الرطبي صح الهدف اللي ضيع هنا هيجي هنا صح احنا في دياتها سبعة وخمسين أو ستة وخمسين وكن احنا كاسبانين فرق اتنين وكان فيه كرة معانه مش فاكر مين بقى الدرع ولا آآآ آآま assemblere段 انا فاكر علي زين قال لي بقى كانت مرتده وعلي تسر على وشاطها ايوه الجنط الده انها من ساعتها بقى فرق ثلاثة وفاضل ثلاث دقيق كان حتبقى صعبة عليهم إنهما يرجعو اتردد بهدف فبقى الفرق واحد خلص فاكر بقى 25 وقى Troy الولد الاسباني هو اللي نازل بدماغه العالي زين. هو بالزبط. مش رايزين اللي رفع اه ايدي الوشه. لا 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 هو اللي نازل بدماغه. اه. لكن الحكام بقى معه. لا الحكام الحكام تقديري في النهاية. صحيح. ما انا بقولك هي مجموعة احكام تقديرية مش موضوعية. اه. زي الالعاب الفردية وكلام ده. والرنقامية والمسافات والزمن والمسافة. طب قل لي احنا تصدمنا وانا لحد النهاردة يعني لسه بقولك في حتة كده مش قادر الابلحة لسه من اه زعلي على المنت اه. وان اللعيبة كنت عاملة ازاي. اللعيبة بكو. وكانو كانو زعلانين جدا. وحالة صعبة الى الان. يا سلام. اه. اه. الى الى وقتنا هذا. وما متأسرين جدا. لانها اه. كل واحد يعني انا نوحت لهم قبلها بيوم. اه. المرء الخارة الاولمبية. واقعدنا. متحمسين جدا. وعايزين يكسبوا. وجواهم طاقة غير طبيعية للمكسب. تمام. والصدمة. صدمة. صدمة. هي صدمة بالنسبة لهم ليه. صح. يعني انا كانت اه. وجودي اه. كان مجموعة من اه. اه. رؤساء الاتحادات الاوروبية. الالماني. فاي. والاسباني. والفرنسي. يعني كل المجموعة تقريبا. كنا عادين مع بعض. عندهم حالة هلع من المنتخب المصري. يا سلام. يعني معمول مش معمول حساب. يعني الرئيس الاتحاد الفرنسي. وهو بيه. سعيد جدا. يا سلام. بالتعادل. بقول لي احنا انتو الافضل. واحنا تعادلنا. هو الحقيقة. يعني. وانتو تستحقوا. احنا كنا افضل طول المطش. والمطش ده خلق مننا. الاتحاد الالماني. اه. في حالة. احنا ملاحظين انه في حالة صعود. اقول لك حاجة يا دكتور. في الترح لحاجة بتقوله ده. بمنتهى الامنة. اي. والله. لو لا سوء التوفيق. لكن طبعا دي ارادة ربنا والحمد لله احنا راضيين بيها. احنا. اضعف اضعف اليمان احنا نستحق في الضية. اول و تاني كنا هنلعب على الاول. لا مش هناخد الاول. لا بنلعب على الاول. يا فانت نلعب عليه براحتنا. بس انا بقول لك انت عارف انا بحب الكلام ايه. احنا نستحق في الضية. كظية ليه? لانه الدنمارك. فارق سنة. منتقب الدنمارك مش عندنا عن كل دول العالم فارق سنة حتى احنا عملنا مع مطش حلو في الشرط التاني يعني الشرط الاول كان فضيحة طب اللي خلاك تعمل في الشرط التاني ليه ما تعملش عشان هو ريح طبعا يا دكتور بص ما انا منفعش تقول ايه تقول ان احنا كنا فضاع في الشرط التاني هو راجل مخلص الشرط الاول فارق عشر والا احداشر هينزل الشرط تاني يبوت نفسه طبعا يا ايه ريح شوية هلعب كذا كذا طبعا بس انا قصدي انه مش بنفس الجلنتة بتاعت بداية المطش بداية انه عمل مع اكفر احداشر وانا استعيبتها على منتخب مصر مصر كبيرة دلوقتي ما يتعبتش معافة للإسكور ده بس انا بقولك حتى اللحظة دي منتخب الدنيا مكفاري بس انا بالمستعدات شفتها لا احنا معدين اسبانيا اللي هي خدت برونزية ومعدين المانيا اللي خدت الفضية شفت اسبانيا المانيا شفت المانيا كانت كام في النهائي فرق تلتاشر فرق تلتاشر ده مطش مش عمره بيتعمل في النهائي هم محترفين ان والله ان مصر سلوفينيا والمانيا محترفين ان لا احنا فالحقيقة لو لا سوء التوفيق مصر كانت تسحق في الضية بنتي نلعب كنا نلعبنا على الاول والتاني يعني اخدنا في الضية صحيح صحيح كنا اخدنا في الضية اقل تقدير دانمارك بس حبد الله في بشرة خير الاختبطين بتوع دانمارك اعتزلوا عم ابو الشريطة ده هانسن اللي هو اللي بيشتنا دي حتة ده وتعبنا على مدار عشرين سنة واللي انا بسميه مندولين ده اللي هو الاخر لندين حارس المرمى اللي معقدنا برضو سنين طويل حبد الله اعتزل اللعب ده بس لسه قول في الورا حارس مرمى الماني لا بس ده بني ادم بني ادم لا لندين ده ما كانش بني ادم لندين ده هو انا شوف انا شوفت مرة احد اللاعبين احمد هشام دودو في لقاءه بتاع قالك في الماتش بتاع كاس العالم هنا قالك عقدة كلها متخش نشوط عليه من كل حتة بكل الزواية بيجيبها فهو لا حارس عملاق بصراحة اعتزالوا هيخلي المتاخب داري بطير عفض ايه نروح منيجي معاه شوية لا واحنا احنا احنا فاكرنا دايما يعني ان احنا عندنا صف تاني بس هو ملحقش يعني عندنا اا لعبين متميزين في 2004 حلو ده صف تاني هايل جدا هنكمل بيه احنا بس الوقت معنا من هنا ليناير عشرين خمسة وعشرين كم شهر بسيطة خالص او اربعة اربعة شهور الاربعة شهور دول بقى هنا نقطة مع بسطور اللي هو المدرب بتاعنا هتلحق تبدل ولا هتلعب بنفس اللاعبين طب الاول قبل دي نقطة مهمة ايه رأيك في بسطور اه هو بسطور طبعا موديل الفن الجديد اللي جاي خلف خلفا ليه باروندو لا هو بسطور كويس يعني مدرب تراز اول لأ محنش مش كلمة باروندو كانت راز اول وكان اسمه ايه دي بس دي بقى انا بكتباس يميز ايه يميزتو ايه يميزتو ان هو بيفكر في اي مدرب اجنابي بيشتغل على القماشة اللي عنده بس صح بسطور بيشتغل على انه ازاي يجدد وازاي يوجد على المنظومة كلها على المنظومة كلها دي مهمة جدا اه فده ما يميزه عن صبيب طب اقول لك بقى حاجة تانية ايه عشان تعرف ان انا متابعة كوير يد قديم ده انا ببصر لا العفو العفو واحدة من المزايا اللي انا شايف ان بسطور اضافها اه الدفاع تمام الدفاع في مصر اتحسن اختلف تمام اختلف ايام باروندو كنا متفوقين اوي هجوميا وكان عندنا مشاكل كتير في الدفاع ده ده حقيقة الباستور الحاجة اللي انها موقف دالي بينها انه منتخب مصر باستثناء الشرط الاول منتخب دالي بارجدالنا مش عايز افتكره منتخب مصر بقى صعب ييجي في جون ودي كانت حاجة مش موجودة عبلي كنا بنهاجم بس للاسف كان معظم اتشارت بتروح عشان دفاعنا كان مستباح باستور موقف اللعيبة دفاعين صح الباستور صح كلام تمام ليه لان باستور في كل لعب يقول ايه يقول انا مش هشتغل بنص لعب اللي هو اللاعب اللي هاجم وانا اسحبه عشان هنزل واحد دفاع دايما مسلط يعني تفكيره وتركيزه على اللاعب المهاجم المدافع وبالتالي لازم يقفل الدفاع بشكل معين يقولك ده بيشتغل على اتنين كويس في زهنه وده اللي عمل النقلة شوية في مستوى انتخبنا فعلا انه دلوقتي بقينا نقدر ما نقلقش زي ما عملنا مع فرنسا ونرويج ومجرم طالما دفاعك كويس سهل ان انت تكسب المطشاط احنا بنحاول دلوقتي نجيب بفكرة هادي كده اه هما دايما حارس المرمى نص الفريق مليون في المئة يعني انا وانت مغمى ضعينك كده تقول ايه مين كسب اقولك ايه ما تقوليش النتيجة اقولي نسبة صد حارس المرمى ياخد جميع الفئات العمرية بتاعتنا واحنا مش عندنا مدرب حراس مرمى عندنا مدرب مع الفريق الكبير ولكن اقتصاديا بيجي بار تايم اه في فترات البطولات او الاعداد وكذا لا احنا عايزين واحد يعمل مدراسة حراس مرمى الله عليك وبالتالي هيبقى يجهز لي بقى مدربيني مدربين المصريين في حراس المرمى المدربين بتوعنا يجهزوا معاه هو كمعلم ليهم واداؤوا مع حراس المرمى في كل الفئات ممتاز طب ما تشوفوا لندين ما هو اعتزل اوه الرجل ايزا محدود زلاته لاندين ممكن يكون اوي حارس متمايز جدا لكن انا عايز اخلاص من عقدته بس وخلاص بذكر حراسة المرمى عرفت السؤال ولا لا عرفت طيب اجاوب شوف اولا احنا احنا حراس المرمى اه في حوالي اه يعني عدد مش بطال منهم نوصل لغاية الفين واربعة منهم اللي هيلحقنا لا 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 يبقى انت خلاب عرفت لا ما انا مش عايزة اه يعني ايه بقى كلامي فيه لا انا عايزة اعرف بس هو مكانش في افضل حالاته ليه كلامي عن كلام الدول ليه على فكرة احنا حل لا سؤالي لا ولا اجابتك معناها ان هو حارس سيء او ان احنا لسه هنقيمه لا هو هو ممتاز صح هو حارس ممتاز وزي ما انت قلت هو الحارس الاساسي المنتقى مصر اخر يمكن مش فاكر عشر سمين ولا حاجة طبعا ويا ما شالنا وهو كان واحد من اسباب المركز الرابع بتاع توكيو طبعا ولا كلمة عن عن هنداوي اه بس انا لما لاقي نجم من نجوم الفريق نجم من نجوم الفريق لم يكن في افضل حالاته في هذه المطولة علينا انا استفسر بس عشان لو نفسيا عنده مشكلة ما كانش مؤهل ذهنيا كويس ليقين كان عنده حاجة هو ده اللي ليه هو النمط هنداوي يعني سريع التأصر اه سريع التأصر اه يعني هو بيتعايش مع الموقف بكل احاسيسه كويس واه هنداوي لاحظ ان هو يعني معظم يعني كخبرات اخيرة اه راحل مسلا دولة خليجية يختلف حال انك تكون حارس في دولة اوروبية في احتكاك اكتر والشغل اكتر ده جانب من الجوانب اه لكن ده ما يعليلش منه لان هنداوي شال كتير لا واضح كمان من النقطة اللي حريك قلتها دي انه حريك قلت انه هو متأثر قوي وعاطفي قوي اه ممكن جدا انه حالة عدم التوفيق لصحبته في ماتش او اثنين تبقى اثرت عليه بشكل عام بالزبط وكان بستور حذر جدا هو لعبه ماتش كامل بتاع الارجنتين صح مباراة كاملة صح وكان كلامه ان انا اه ده لا ده نجم من نجوم المتميزين ولازم يرجع الثقة والاحساس النفسي صح ويعيش المباراة فكنا مش عيب اطلاقا ان يبقى فيه في مباراة او حتى في بطولة العيب يحصل له دي اوف او بطولة اوف زي ما بيقولوا هو الطبيعي احنا احنا بشر صح فيش حد بيفضل توب طول الوقت مستحيل صحيح مستحيل احنا احنا بشر فهو اذا كان وقع شوية في المباراة الماتش الشوط الاولاني بتاع دينمارك لا مش بس دينمارك هو مخانش في افضل حالاته في البطولة بصفعة بدليل ان الباستور يعني اعتبت بشكل اساسي على محمد عني وعلى فكرة انت عشان كنا عندك اتين حارسين واحد يبقى طوب واحد يقع والتاني يقع وبقى طوب كده بتمشي كده لا ده الومبياد بس اتنين لكن احنا لدينا اربعتاشر كنا اخدين الطيار معنا كمان صح صح وصورته ده الى الان ما عندناش الى الان فده لازم يتاين احنا ما عندناش ده احنا بنقول ايه بالسطايل ده بالعين الخبيرة لكن مش بالقياسات المعملية وقياسات الملعب كاس العالم بعد اربعتشهر حداك سألت سؤال مهم هل هنخوض بنفس التشكيلة الأساسية ونفس القوامل اللي احنا بنتكلم فيه نظرا لديق الوقت ونربعة الشهر يأدوبك بس بس بسطور يحط بعض اللمسات الفنية ولا ممكن يحصل مغامرة وابتدأ اعمل تطعيم من دلوقتي هو راجل في ادناغه ايه الاجابة عند بسطور لكن انا رأينا الشخصي ان احنا هنغامل لازم لازم المغامرة دي يعني معناها احتكاك وخبرات انا بجيب اديها لقى تاني يقول انا حضرت بطولة عالم وده جزء من تكوين خصوصا ان العدد بيبقى اكبر في بطولة العالم بالزبط فانا لازم يكون عندي كل مركز فيه واحد من الشباب الصغيرين وعندي بعض الناس لازم يعيدوا حساباتهم في ان استمروا ولا لا الكلام ده دي الدنيا وده سنة الحياة شئ طبيعي انت يعني لو وانا متوسط الاعمار في منتخبنا علي لا دلوقتي لا كويس لان احنا متعامل بشباب كلهم يعني مين فوق التلاتين فوق التلاتين ابرام المصري كريم هنداوي بكار علي زين ده موليد تسعين سند واحد وتسعين يعني خمس ستة خمس ستة نسبة برضو واللي انت قلتهم دول كلهم من اعملية الفرق اه من اعملية الفرق احنا بقى فيه منهم اللي لازم يقعد لخبراته ومنهم اللي لازم يقعد تفكيره بس الامر كله راجع لبستور طبع انا قلت من مزاياه ان هو بيجيب من الشباب ودي ميزة كويسة بس المهم يبقى فيه من الشباب ما هو مؤهل للمستوى ده من المنافسة احنا عندنا شبابنا انا مش بقول شبابنا وناشئنا وعندي التجهيز للناشئين مش ناشئين بس مفهوم عندي تجهيز حلم لناشئين ما انا عارف احنا الحمد لله عندنا رصيد من الولاد اللي كذبوا بطولة العالم تحت مش عارف كذا والمركز تاني في العالم تحت كذا لأ انا عندي في التجارب بتاعتنا كسبنا فرق كبيرة بالشباب وبالناشئين بسم الله بشهر يعني لما يجي فرق عايزة تشارك معنا اقول لهم احنا مش بالفرق الكبير احنا عندنا تجهيز تاني خدوا الشباب لأ احنا عايزين الفرق الكبيرة خدوا الشباب بس نكسب فرق عشرة طب استنى بقى شوية خد الناشئين خد الاصغر خد الاصغر نكسب اللهم صلى على خمسة ستة وانا على فكرة بولندا ورومانيا وعملنا دورات في الغرداء ودورات هنا في مصر في القاهرة كسبنا الحمد لله لا انا مطمئن باذنك يا رب كسبنا بالاصغر انا بقولك مطمئن باذنك يا رب على اجيالنا جديدة لان احنا حضرنا حضرنا نشئتهم الصح واحتكاجاتهم الصح وشرفونا سواء تحت 17 لا تحت 19 بالكاس العالم والبرونزية فانا عارف ان المستقبل باذن الله باذن الله حيبقى فيه تواصل مش حيبقى فيه قطاعا ان شاء الله فين حسن وليد الداحة عمل عملية التالتة 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 في نفس المكان يا ساتر ايه يعني في في القدم من تحت في زايدة عظمية اه كل ما يشيلها ترجع مش شالها هي عزان بيحب يسبتوها بشكل معين بحيث انها كان فيها شوخ اه فعمل عملية ايه بعد كده رجع اه اصيب في مصر عملية العملية في مصر بعد كده راح مع النادي اللي هو المحترف فيه فحصلت له تاني فالنادي عملها له مم بعد كده جاه اه لعب في ناديه وبعد كده جاه في المنتخب في المطولة الافريقية حصلت للمرة التالتة يا حبار ربي ده لقد طبعا احنا كان من النواقص عندنا طبعا كان حل كتير حل كتير او يبين وشمله هو بسم الله ما شاء الله يعني قاعدة صواريخ طب يعني دلوقتي ايه اه بيتاهل بيتاهل بالوقت طبعا بيتاهل وان شاء الله يطلع كاس علم يلحق كاس علم بإذنك يا رب وبعدين حسن لما في القدم من تحت يعني عايز الاتقاء مع طوله ده صح لو خد الاتقاء كمان بقى لعب لوحده في الملعب مظبوط عدك حق لا لا ما نقول لك ده قاعدة صواريخ فأنا عارف ان احنا خسرناه في شكل كبير لما الدنيا بتقفل انت محتاج حد يجي بالبلكونة من فوق وحمايد كحرس مرد وحمايد طبعا حرس مرد مظبوط جدا سأبل ان شاء الله جدا جدا التخطيط لكاس العالم ان احنا نروح فين معا يعني ايه استه سامر احنا في كل بره بنقول احنا عايزين نبقى في احسن مكانة ممكنة صحيح النطليق ببلدنا ونفسنا فعلا يعني ما تتخيلش قد ايه بتبقى فرحتنا بنشعبنا سعيد ان احنا عملنا حاجة بنتأك بنكتهد وبنشتغل ولكن الاحكام لما بنجي نحكم ينقصنا لنحية العلمية صح لكن انا ما بعاتبش على حد خالص في وجهة مصر لا طبعا كل واحد يطلع مشاعر وده وكل انتماء وحب المنطقة بمصر هي الكاسة العالمة جاي فين الجاي في الكرواتيا يعني كزا الدولة عاملها كرواتيا احنا هنلعب في كرواتيا في كرواتيا بلايتنا في كرواتيا شهر يناير في زغرب اه دي تلاجة دي لا في عرف يناير اه في يناير كرواتيا وفي يناير رأي انت عاملوا ايه دي تلاجة انا كنت لسه هقول لك والله كان حاجة شجعكم بعدين قلتني بكرواتيا في يناير فقلت لك لا هبقى نعيلكم من هنا لا لا ان شاء الله تيجي يعني ان شاء الله برده او 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 دي رجل عارب انا الصفر في البلاد دي لكن والله عشان خاطر منتقى بمصر لا نيجي يعني عد الدور الاول ونجيلكم ان شاء الله ان شاء الله بازن الله ان شاء الله يا رب فكرة السياسة اللي بيتمحها للتحاد ما بين فكرة اللعبة الاندية وطبعا اهلي وزمانك على رأسهم وفكرة الاحتراف بيتمشوها ازاي لانو الحياة دي عاملة ازمة مثلا في كرة القدم يقول لك الجمهور انا هنا بكلم عن الجمهور الجمهور يجي يقول لك اللعيب الفلاني لو زي محمد عم بنعم مثلا لعي كرة القدم في النادي الاهلي خلاص بكرة وبعده مسافر عشان محترف في نيس دي حاجة مفوت تفرحنا طبعا جمهور الاهلي زعلان جدا يقول لك احنا خسرنا لعيب مهم جدا جدا في الدفاع وكان واحد من ازماء فوزنا بالدوري وكاس افريقيا ومش عارف ايه وبتاع لا ما تقلوش يحترف وكذلك الزمالك مش عايز يسيب زيزو اللي جاي له عروض احترافك ويزا يقول لك ده اهم لعيب في التنق او كان فكرة الاتحاد والاندية شوف الاتحاد ده عندنا اقوى حفرا مع الاحترام لكل الاندية لان اللعبة دي اللعبة الاندية والاتحاد اقوى من الاندية طبعا لان انا ما شوف الاولا اللعب الهندبول ده يبدأ من وليه الامر اللي بيتعب غرائبه ولهم كل الاحترام والتقدير بعد كده النادي اللي بيصرف وبيشتغل وكلام ده وبيجي الاتحاد بياخده شبه جاهز عشان كده انت قلتين من الاهل والزمالك يعني لازم نعترف ده الواقع فاحنا بناخد اللعب عشان نديله بقى ايه جو خاص بمدرب خاص باهتمام باحتكاك النادي مش هيدهوله صح النادي بيعمل محلي بس مصبوط وبنعمل منه نجم تمام فعند كلمة مصر مفيش قوة في اتحاد اليد توقفنا عند كلمة مصر مفيش نادي كبير يا سلام مفيش نادي كبير كلهم علينا ولادي كبيرة فوق دماغنا لكن مش اكبر من مصر لكن مش اكبر من مصر مش اكبر من البلد لما بنيجي بقى مش هقولك اللعب الكبار احنا عندنا ناشئين شباب وناشئين محترفين بيجي له احتراف الاتحاد بيوافق مع السلامة هو الاتحاد هو اللي بيوافق الاتحاد اللي بيوافق انت بخبي العقود عندك انا عامل انا الاتحاد الوحيد اللي عامل عقود عشان مايهربش مني لعب يروح يطلع يتجنس في دولة تانية اوكي انا اللاعب وهو انا بختار بيجي هو وليه امر احنا بختارينك عايز تيلعب معانا ايوة وليه الامر بيمضي واللعب بيبصم وبنوقع وده عقد ما بين اللعب وليه الامر لسه النادي معرفش هو مش متعقد مع النادي اه طبعا وباخده عندي بعقد حلو ده بقى اللعب ده مايجيش في لزي العاب تانية يجي يقول لي ايه انا سفرت اجيبه تاني انا خلاص خلاص العقد قيد قيد فانا بيهمني جدا ناشئين وشباب يطلعوا برا الاحتراف اي حد بيجي له عرض كويس عرض كويس خلاص يطلع خورة انا ممكن اقول للنادي ده حتى لو النادي جيه قالك احنا محتاجين وده قوة اساسية لا بده اقناعه ونقول له لا لا قد عن كل شيء باتفاق واقناع لكن انا بقول له في النهاية ان انا ابنك انت بتستفيد بيه وابني ابن مصر انا بستفيد بيه فاحنا بنهتم جدا بحطة الاحتراف لكن نقول بقى ايها يعني استيز تامر انت دايما بتدخل في مشاكل فنية فضل فضل حطة الاحتراف اه احنا مش كل مش كامل قوتنا محترفين تمام يعني يعني اسيسة اه احمد ابوهام المصري نصبوط ده دول موجودين احمد فؤاد اه كل دول موجودين احمد عادل احمد عادل ومحمد طارق ومجموعة كبيرة فما بين المحترف اللي كان اللي بيتجمع في اوروبا عشان يلعب بطولة هم بيلعب وبيتجمع بس يعمل سيناريو البطولة ان حفزه هيعمل ايه ده المدرب والجهاز الفني وما بين مدرب عندي اه معاه نص ونص فجاء اقول له ايه تعالى بس طور اععد معايا هنا في مصر يقول لي طب انا هععد اعمل ايه لمين لمين مهم كلهم محترفين وبيجوا الاسبوع الدولي انا معاك في الاسبوع الدولي اقول له لأ تعالى اععد معايا عشان اللعيبة دي انا عايزهم يجهزوا يجهزوا زي الدوليين زي الدوليين وعايز لعيبة تانية صف تاني تجاهزهم للمال اندية جاهزين للفرق دي الخلط ده مشكلة مشكلة فنية وعلمية عشان عشان انا تابع فكنا يعني وصل بنا الامر ان احنا نقول ايه نجمع فيديوهاتهم ونجمع مبارياتهم ونستجل اصابتهم هم في الانديا بتاعتهم ونعرف كل كبير وصغير عنهم المستوى بينزل ومستوى طالع وبيلعبوا فين وفي اي مركز لان الله يلعب معي ازاي يعني كان علي زين في وقت من الاوقات كان في بوشلونة كان بيلعبوا دفاع صح فدي كانت مشكلة بالنسبة لنا كانت دايقانة جدا لان علي زين بالنسبة ليلعب كامل صح بيهاجم ويوجع يدافع فلازم استفيد به النقط دي كلها ده نقط شغل فني وعلمي احنا لينا لينا مع ولادنا بنتتبع الحالات معنا محمد شوقي ده رجل متميز دكتور محمد شوقي اه تفصيليا بعمل قاعدة بيانات في الاتحاد قاعدة بيانات لكل اللاعبين اللي عندنا هاي هاي بحيث اي لاعب يبقى موجود تقدر طول ده احنا كنا بنحكم في الاول بنقول ده ده معك كم مباراة دولية اه يعني لا دلوقتي سيفي كامل سيفي كامل بسم الله بان شاء الله انت شرفتني ونورتني يا دكتور والله سعيد جدا بالحوار مع حضرتك ومرة تانية بقولك هارد لك من قلبي لرغم ان احنا كلنا يتقلن هارد لك وارجو ان حضرتك باعتبار يعني القب الروحي لكرة اليادي المصرية ان تنقل كل تحياتنا واشوائنا وحبنا للعيبة وتقولهم ولا هنموكو اه تامر امين ومن وراء كل المصرين بيقولك انتو رجالة ويا ما رفعتوا راسنا ولسا يا ما هترفعوا راسنا ومستنين بقى ان شاء الله وقفة الرجالة دي في كاس العالم اللي جاي ان شاء الله وباذن الله ربنا حيعوضنا فيها عوض خير احلى واجمل رسالة قلتها للعيبتنا طبط عليهم وقلت لهم احنا معاكم وضحوكم لا احنا معاهم على طول وثقاتنا فيكم واحنا عارفين ان انتو اه يعني قد انكم تشيلوا كلمة مصر وتسعيدوا للبلد ادهى من يوم في الماء اشتركوا يا دكتور ودايما بسعد بحضرتك وقابلك بقى في كرواتي ان شاء الله من البلاطي بقى والخفيات والحاجات دي ان شاء الله نبقى كلنا في ظهر منتقامنا في كاس العالم اشتركوا اللي احل كافة بعد الفاصل الفقرة الرياضية اوف سايد يا مساء الورد والياسمين على كل جمهور آخر النهار في كل مكان معدنا الأسبوعي ووف سايد ونرجع بسرعة كده لأساس تامر ونقوله أن الأهلي حاليا زيك الأول عاملين مساء الفير أهلا وسهلا الأهلي وأمبي بيلعبوا حاليا وطبعا كلنا عارفين أن بعد تتويج الأهلي بالدوري الأربعة وأربعين ابتدى يدعم بين بعض اللعيبة اللي ما كانوش بيلعبهم من الفريق الأول وجزء كبير جدا من الناشئين للنادي الأهلي حاليا بيلعب أمبي وللأسف الأمبي متقدم بواحد سفر وللأسف ليه؟ يعني أنا عشان بس بقول الخبر مش لطيفة للأهلي لا بالعكس ليه مبروك على أمبي مبروك على أمبي؟ أه أنا بيلعبه في إيه أساس؟ في الدوري اللي فاز بالأهلي هو ليست شغال؟ أما ليه؟ إنهم مكملين طيب طيب آه الدوري خلص بس إحنا مكملين بس إحنا ما شاء الله أهي أعلم إنهم متعبش لا لا ولا آخر همي يعني أول مرة في حياتي إن أنا حتى ما أسألش وأنا على الهواء ما أسألش لمطش حصل إيه ومين بيعمل إيه نتيجة إيه الأخبار؟ يا ستي الأمبي كسبت عدله وتفرق فيه بس المباراة؟ طبعا بربع على الأمبي إن هو بيلعب كرة نظيفة ومنافسة شريفة والأهلي يجرب ويحتك ويعمل كل عجبس ولا آخر هم من الموضوع؟ حتة الدمج دي طبعا حصلت لمرسل كولر سافر بعد التأكيد والتتويج بالدوري مع قدام سموحة وبعد كده الأهلي قبل زد ونزل بقى ناشئين الأهلي لكل الناس طبعا وكل الأهلواية مستنين يشوفوهم ويحكيت بقى قاعدة الناشئين لفت نظري كده أبو الخير في نص الملعب يعني أنا عارفة أن أنت بتحكمش على حد غير بعد سنين أنا فاهمة ده كويس لا بس اللمسة بالدار بربع عليك بس فيه بالضبط محمد عبدالله كمان وطبعا كان ضمن الناشئين اللي لعب بيهم كان مصطفى مخلوف حرس مرومة نادي الأهلي مصطفى مخلوف بقى أنا فرحانة بي ليه هقولك أنا عشان هتتفاجئ دلوقتي أول حلقة ليا هنا مع الأستاذ تامر أمين على الترابيزة دي في آخر النهار يوم اشترأ الأهلي من الترسنة مصطفى مخلوف فتحس كده الصفقتين مع بعض يعني يعرف بحس كده أن الرجل ده يا رب كده ينجح ولا يمكسر الدولة رب أنا يوفق وأنا كمان يا رب رب أنا يوفق ويوفقك يا رب اللهم آمين مين لفت نظرك طيب مباراة زيد والأهلي متفرجتش؟ تبقى أهلي تعادل دلوقتي؟ تبقى ما كملتش يا رب عشان ميتك مش حلوة انت بالي يا الفقرة وعايزة تتكيني علي نيتك الحمد لله ربنا كبير ربنا كبير دايما بيونصر هو نقولي هادي الأهلي تعادل الحمد لله في كل الأعوال والله برضو رغم الفرعيتي بالتعادل بس أنا بقولك آخر همي دي كلها نبعتبرها قبلاة احتكاكية هدفها الأساسي هو ظهور واحد أو اتنين يمكن الاعتماد عنهم مستقبلا في الفريق الأول من الناشئين مين اللي لفت نظرك؟ اللي انت يقولتيهم هما الاتنين بصي والحلو ما ينفعش نختلف عليه مهما كانت خبرتك عن خبرتك أو خبرتك عن خبرتك أو مش عارف كذا العين ما بتخطئش الحلاوة أول ما شفنا لمسة اتنين تلاتة لي محمد عبدالله جناح اليمين هن الولد دي يجي منه ييجي منه أيوني انه جريء على المرمى بيروح وبيسدد بس استني بس اخد لي بالك من المصطلح ييجي منه فولستوب حسنا شفت بقى كلام ان ده نجم النجوم اللي جاي وده اللي مش عارف ايه وقعه على الصاروخ المتاعة ده جننت مغي الواد الواد لسه بيقولي هادي وبيحسس على العلم المحترفين وكرة القدم والدولي الاول ومشعب ايه فهو بالبلدي كده بس بيتقلشق للجملة دي الولد ده ييجي منه لو حافظ على مستوى واكتهد وطور من نفسه وخد فرصة ان شاء الله ييجي منه ان شاء الله وكذلك ابو الخير الاثنين دول بالبلد كده على فكرة الباقيين مش وحشين لا طبعا بس بس الاثنين دول لفتوا الانظار لفتوا الانظار اللي تحس ان هم شوية مستويين اه مش خايفين مش هيبين الموقف فيهم فيهم حتة النقيق خلاص انا مستوي اقدر اخش وادوب وارقص وباصي واعمل تحركات صح وهاجم على المرمى وبتاقف في الحتة دي بيسمى اللي عم ستوي شوية النهاردة لو فاز الاهلي هيبقى 22 فوز متتالي بسم الله رقم يخد بجد مش مش ولي اه و21 يخد اه طبعا الاهلي كده هي صعبة لنفسه ممكن تحقي الرقم ده في المستقبل هو انا محبش اقول الكلام ده الحقيقة بس هو بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله في الارقام القياسية الاهلي ينافس نفسه ده مش اهلويتي اللي بتقول كده ده الارقام اللي بتقول كده يعني اخر رقم كان الاهلي العام صح؟ طبعا يعني مش الاهلي كسر رقم فريق تاني ده ده بيكسر ارقام نفسه اه عشان كده قلتلك في مسألة الارقام القياسية طبعا في الكورة الاهلي بينفس كل الاندية لكن في الارقام القياسية الاهلي بينفس نفسه ده الواقع انه الرقم القياسي بيعمله الاهلي واللي بيكسر الرقم القياسي ده هو الاهلي ده معنى أنا متوقع أن الرقم ده إن شاء الله يتكرر مرة تانية أو تالتة وكده يعني إن شاء الله تتأملي خيش بإذن الله طب لازم أبريك لك طبعا على صفقة يحيي عطيوت الله بس يعني استحملني في الحتة دي شوية هقول كم نقطة كده فكرت فيها يحيي عطيوت الله مكان علي معلول والمفروض أنه إعارة لمدة سنة مع تفعيل بند الشراء هو الأهلي هيلحق يحكم على يحيي عطيوت الله في سنة واحدة بس إنه ينفع يشتريه ولا لا أوكي نيجي نقول إنه سنة كاملة كانت فيه منافسة طبعا بعد رجوع إن شاء الله عليه معلول من الإصابة هتبقى منافسة من نار مين اللي هيعد تكلمين هيجي بقى إذا الأهلي نقول إنه قفع على البند الشراء وحكم على يحيي عطيوت الله بإنه هيفيد الفريق وإنه فعلا ينفع يبقى باك شمال للمستقبل طب إزاي وإنت أساسا عايز باك شمال غير عالي معلول بسبب السن يحيي عطيوت الله سنه 29 سنة لما يجي فعل الأهلي بند حقية الشراء هيبقى 30 سنة يعني برضو ما عملتش حاجة جديدة في حين إنه الاتنين لما هيلعبوا ما أنا قلتلك استحملني بقى هتقول الثلاث نقاط دول في حين إنه مفيش لاعب ناشئ أو لاعب صغير يقدر يجي يلعب في المركز ده علشان الاتنين التقايل علي معلول وإحيي عطيوت الله طيب واحدة واحدة وفيش ولا واحدة هي واحدة ايه هي؟ كلها هيقلعب هيقوليها طب أولا مكسب إحييي عطيوت الله مكسب صفقة إن شاء الله وإضافة معهمة جنتا رقم اتنين إنه الأهلي مش لسه حيقيم إحيي عطيوت الله إحييي عطيوت الله لعب دولي لا ما إحنا بنقول تشارة الأهلي بيختلف مع أي لعب في الدنيا يا ست البنات أنا ما أقولك فكرة إن إحنا هنشوف عطيوت الله وبتاع عندك تكلمي على خامة لعيب دولي واحد من الاستفقات المربحة واحد من اللعيبة اللي كانت مفاتيح الفوز في فرقها سواء في الدول المغربي أو في المنتقى المغربي أو لما تنبي لعب الأهلي آخر بيبقى مزعج فبالتالي هو مش لسه حيتقيم زي مثلا بانجي ومش عمليهم مكنش عارفين عنه حاجة لا ده لعيب معروف وإحنا اللي كنا بنسعى إلى ضمه والحمد لله تم تسقى بنجاح ده رقم واحد رقم اتنين إنه علي معلول يبقى علي معلول علي معلول يبقى علي معلول باعتراف يحيى عطيوت الله على فكرة يحيى عطيوت الله عجبني جدا من واحدة من التصريحات اللي قال أنا جاي ألعب مع واحد من نجوم الكرة المصرية والأفريقية فهو عارف هو بيلعب مع مين وجب مين ثلاثة إنه منافسات الأهلي وبطولات الأهلي وروتيشن الأهلي يبقى محتاج ستة مع علي معلول ويحيى عطيوت الله والموسم اللي فات أكبر دليل إحنا وصلنا لمرحلة إنه يعني بنقول اللعبة طيصة ومش لقين بديل فثالثا وزكاء الإدارة في اختراح عطيوت الله ليه شنح علي معلول نجم كبير وقيمة كبيرة وإضافة مهمة جدا طبعا اللي هيجي جنبه ما يفعش من مسافة بعيدة انت جايبا نجم دولي كبير مش ناشئ انت جايبا نجم دولي كبير بحيس إنه لو علي معلول مستوى قال مع كبر السنس موسم ده والموسم اللي بعده ليقتل بدنية وهو لسه يتعافى من الإصابة لسه مش عارف كده اللي مكانه الفرق منه مش كبير من الاهلي وجمهوره كده كده حيقارن أي حد علي معلول مكان علي يقولك لا 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 ده الفرق كبير قوي لما رايح معلول ينزل هيعطيته الله مش فرق كتير فيه طبعا فرقات بس مش كبير وكل واحد له ميزة علي امتيازه الأكبر هجوبي هيحي يعطيته الله هجومه حلوة قوي وفراته حلوة قوي بس يمتاز عن علي معلول ان ادفعه اقوى فتعرفي تلعبي بالمسلين دي ما فيش حد يلعب في ظهر المساحات اللي بتبقى فاضية في ظهر علي معلول كتير الله يفتح عليك فهي في التبديل والتوافق بتعمليها بشكل تخطيطي سليم طب يا سيستامير في ابتهام موجه لينا احنا بصفتنا جزء من الاعلام الرياضي عضو اتحاد الكرة كابتن حازم امام صرح وقال انه حتى لو جي امفنتينو اللي هو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عشان يدير الكرة في مصر هيفشل ومش هينجح لان الاعلام الرياضي بيحاول يلاقي مبررات الفشل مثلا الاهلي والزمالك لكن المنتخب للأسف ما بيلاقيهوش مبررات محتاجين حد يلاقيه لنا مبررات للفشل اكيد طبعا دي يعني جملة نبرة صخرية هو يعني ايه لما انا اولا قبل ما نفصل الكلام ما هو قولك في الاتهام المنسوب اليك اصلا المشكلة انه جاي من حازم عفلا يا كرام جاي من حد تاني بس زوما حبيبي وحبيبي الناس كلها والراجل المؤدد من خلوق بس فيش حاجة اسمها كلا يا كابتن حازم اولا الاهلي ما بنجد لهوش مبررات لانه مش محتاج مبررات لانه ناجح يعني احنا ما بندورش على مبررات للاخفاق بتاع الاهلي الاهلي الحمد لله لا يخفق الاهلي بسم الله من شاء الله من غير ما تزعل مني يا كابتن حازم هو الكيان الوحيد اللي رافع رأس مصر اخر عشر سنين اتناشر سنة على مستوى القرى الافريقية على مستوى العالم هو اللي بسم الله من شاء الله موجود في كل النهايات واحرز خمس ستة القاب دوري ابطال افريقيا بس في كام سنة الاخيرة وضيف دائم وقوي في كأس العالم الاندي احرز اعتقد ثلاث برونزيات والاربعة برونزيات فاحنا بنتكلم على كيان ناجح ما نفعش ندور له مبارلات فعشان كلا كلمة دي مش موجودة معناه يعني اي تقصير بيتم عن طريق الاهلي او الزمالي بيبقى فيه ظاهير جماهيري الجماهير بالغطي اي تقصير بحل الكلام اللي قاله كابتن حازم رقم اتنين الكلام اللي بيقوله كابتن حازم ده معناه ان هو مش شايف ان في مشاكل في اتحاد الكورة وان هو مش شايف ان في مشاكل في اعداد المنتخبات وفي منظومة الكورة المصرية اللي بيشرف عليها اتحاد الكورة ودي تبقى المشكلة الاكبر اه انا معاه انه اتحاد الكورة ليس له ظاهير جماهيري والتحاد الكورة هو الحلقة الاضعف بس شوفي سبحان الله يا شيخة سبحان الله من عشر دقايق من عشر دقايق بس كان قاعد مكانك الدكتور محمد الامين رئيس الاتحاد المصر كرة اليد سبحان الله وسألته السؤال متعلق بيه انتو كالتحاد يد بتعملوا ايه مع فكرة ان العيب يجي له احتراف وما احترافش مش عارف كذا وعلاقتكو ايه مع الاندية الكبيرة والاهل والزمالك هم موجودين هم هم في اليد بشعبيتهم بجمهريتهم بسلطانهم بكل حاجة رد عليها شفتي اللي رد عليها قال لي مفيش اكبر من الاتحاد الاهل كبير والزمالك كبير بس مش اكبر من الاتحاد الاتحاد ده بيحمل اسم مصر والحقيه صح الاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد المصري لكرة اليد فقال لي ينفع نادي مهما كبر يعلى سلطانه قوة وتأثيره وكذا على الاتحاد اللي بيمثل مصر كلها انتو اللي بتعرف تعمل كده قال لي الواقع يشهدلك احنا اللي بنوافق على عود الاحتراف احنا اللي بنوافق على كذا كله منضبط عندنا لايحة عقوبات بتيجي على الكل اللي بحدش يدرون تنتين تلاتة كام لان الاتحاد قوي وعارف هو بيعمل ايه وعنده تختطوء ادارة يبقى القصة فين جول التحاد بارك الله فيك ما هو في حاجة بس عايزة اسأل عليها بفرد بفرد ان فعلا فيه زهير جماهيري بيعمل مبررات في حالة الاخفاق سواء للاهل او او الزبالك خلت كملة صحة بيعمل دعم ومسندة وقوة بالضبط الجماهير للاهل والزبالك بتعمل دعم ومسندة وقوة لكيانتها خلينا بس نروح لحاجة كده هو انا دلوقتي لما انت تفشل او تخف في حاجة وانا كمصرية عشان انا المنتخب ماليش غيره المنتخب المصري هبرر او هساند او هقوي طب موضى خطأ انت كده مش هتتقدم لقدام مش هتعمل حاجة مانا بقول لي حازم اهو هل انت يا كابتر حازم شايف انه مشكلة المنتخب المصري والكرة المصرية انه الاتحاد ماليش ظاهر جماهير بس الاتحاد عامل اللي عليه وعامل مؤسكرات صح وموفر اه وعلاقته مع اللعيبة صح وعلاقته مع الاجهزة الفنية صح ومزنبط ما انت عارف يا كابتر دنتا اللي في المنبخ وعاق يعني نصلح اخطأ دا ونجاحات اتحاد كرة اليد قدم المصرية ونجاحات المنتخب المصري هي اللي هتعمل لهم جماهرية وشعبية طب يا استاذ نبي هو انتقاد اتحاد الكرة من الاعلام الرياضي انتقاد صحي ولا مفتعل اي انتقاد صحي ولا مفتعل يعني اي مفتعل هو انا انتحاد كرة سويسرا عشان انا عايز اشويهه او عايز اخلص عليه او عايز ادمره او عايز افشله اتحاد بلدي هل في مصر مش عايز منتخب مصري بقى احسن وضع هل في حد في مصر مهما كان قاسي في انتقاده مش عايز منتخب مصري يتسايد القرن الافريقية ويتاهل كاس العالم على طول ويفضل يكسب كاس الامم الافريقية ويقدم لنا احسن كرة عايز بعندنا محترفين كتير وعود علاقتهم على الاتحاد كويسة والدنيا بزبطة ويجي ويروح ولما بعندنا منتخب الولمبي نعده كويس ونوفر له اللاعب اللي هو عايزه في يوم الهزيمة السحقة للمنتخب الولمبي من المغرب ستة 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 معلش يعني مضطر اقول حييف اليوم ده كان مفروضه هيتطوج النادي الاهلي صح كان كله بيتمنى بيقول طب لاش النهار ده خليها المباراة اللي جاية طبعا محدش عنده نفس اساسا انه يحتفل او يفعل هو انت بيستهول ان منتخب مصر اولمبي ولا كبير ولا كزا يتغلب ستة ما عنديش مشكلة ان ده اتغلب لكن مش ستة انا لو جيت ابرر الفشل محدش اولي ان المغرب يستحق وانجاز رائع بس انا منتخب مصر بتجريب ستة طب انا لو جيت ابرر ده او ليه ميكالي هو السبب الارهاق البدني الاندية تسأل ولا اتجرق واسأل اقول ان اتحاد الكرة ممكن بقى مساءلة اتحاد الكرة في الفشل ده لان الهزيمة مكنتش واحد سفر اتنين ماشي مش مشكلة لكن ستة ستة المنظومة كلها انتحاد الكرة مسؤول منذ اللحظة الاولى وطبعا ميكالي واللاعبين يسألوا لان هم اللي افسدوا فرحتنا بيهم يعني الحد المباراة بتاع الدورة بالنهاية وفوز على براجوي والتأهل للسيمي فاينال كلنا قلنا عظمة على عظمة مكناش اساسا متوقعين منك وكلا شكرا انك وصلتوا فعلا لمستوى ده ويا سلام لو جبتنا يا مدالي يا عظمة ما جبتوش برضو احنا راضينه بس نخسر عادي لكن بعد الانجاز ده نخرج بفضيحة رقمية ستة صفر غصبا عننا موازة الانجاز تقدري تقولي انتخب مصر العظيم للأولمبي هتلاقي فيه غصة في الحلق عظيم ازاي وتغلب ستة هو عمل وانجاز عظيمة بس مش ستة احنا عندنا نضرة في اللعيبة ولا العين اللي جمعت القايمة هي اللي فيها مشكلة مشكلتين اللي انت قلتيهم دول انا عندنا نضرة في اللعيبة الاتحاد المصري لم يوفر كامل الطلبات والاستعدادات والامكانيات لميكالي وميكالي زي ما انا قلتلك في حلقة اللي فاتت اقول لها مش فاكر عند في حتتين كبه عند يعني ايه هو طلب محمد عبد المنعم ومش عارف مين ومين قال له لأ عندي قالت له لأ فانا عامل ايه قالك طيب خلاص مش عايز اعدنا نقول له انت عندك مشكلة في الدفاع خد مدافع ربنا هو ربنا ما خلقش محمد عبد المنعم مخلق مدافعين كويسين في الدولة المصري عندك اسامة جلال ما بيلعبش مع ابينا بنتز كده كده خده وهو مدافع كويس قوي وكان قبل كده في منتقب الأولمبي وعنده المهارات والكده خد اسمه ايه احمد احمد سامي احمد سامي مدافع كويس خده بفوق السن خد ياسر ابراهيم من الاهلي خد مش عارف مين من ال يعني ينفع ده ياخد هو ياسر كان رجع من الاصابة اه قالك لا هو خلاص انا هلعب دول فلعب عمر فايد ويه حساب عم بيجيد بس عمله اداء كويس لما عمر فايد تعب وحساب عم بيجيد تعب في الاخر وعمر فايد طرد ملقناش غير اسمه ايه طارق والحقيقة طارق مكانه مش قلبة فاع مكانه ما كي مين فالدنيا خربطت معه بسبب عندي شوية فالاختيرات حقيقة كانت حاجة مرة اوش لا خلاص يعني يوم للنسيان ومش عايزين نفتكره انه كان يوم سيء للكرة المصرية طبعا مصر ما هتتغربش ستة لما يحصل ايه هننسى ننسى ونروح طيب انت كاهلاوي لما اسمعت انسحاب الاهلي قرار انسحاب الاهلي من كاس مصر ما قلتش يا جماعة طبعا انت احنا عندنا نشيين نلعب بيه احنا مش عايزين البطولة دي وبلاش مليون جنيه غرامة طبعا بصي انا اعتبرت ان القرار ده ما كانش موفق قوي ما كانش موفق قوي بدارة الاهلي لانه في خسارة مجانية انا دايما محبش اخسر ببلاش اخسر ليه؟ انا هتفع مليون جنيه اه مليون جنيه بالنسبة لما زيانات الاهلي بسم الله مش اقلا بس ليه ادفع مليون جنيه؟ ليه ادفع عشر تلاف جنيه طبعا ما اقدر ما ادفعهمش اتنين فكرة الانسحاب بصفة عامة انا ضدها مفيش حاجة اسمها انسحاب ما بحبهش ثلاثة انا ليه احرم نفسي من بطولة السنة الجاية كمان واحدة من العقوبات اللوائح انه يحرم من بطولة السنة الجاية طب ففلت السنة الجاية انا عايز اكسب كاس مصر لا قدر الله لا قدر الله لا قدر السنة الجاية الاهلي خسر الدولي فهيبعايز يعود جماهيله ببطولة تانية فهيبعايز الكاس لا انت محروم من المشاكلة في الكاس فبقى خسرت دوري وكاس وطلعت من الجوسم المحلي خالي الوفاد والافريقيا طبعا مش مضمونة فليه انا قامل كل المغامرات دي في حين انه كل الاهل خلاص اللعيمة ما تلعبش حاضر سمعا وطع فريق 16 فريق 17 الفرقة اللي بتلعب دلوقتي نزلها ماتش ان شاء الله تخسر وتطلع حد فينا هيزعل حد يقول يا الاهلي خسر بطولة خالر الاهلي حيقول ناحنا انه نفكر في هذه البطولة وحنشرك الناشئين من اجل الاحتكاج زي ما عملت بالضبط يا اهلي في ايه في كسر ربطة من سنتين مم ولعب بالناشئ مش كسر ربطة جيه والاهلي كان متخم بالمباراة الاهلي قال ايه الناشئين انا مش هخش في كسر ربطة وبعدين قالك انا هدعب الناشئين ياخدوا احتكاك وانا كده مش بصص على البطولة واستفيد في الاخر صح احتفدنا وطلعنا بلعيبة كانت اسمها ساعتها اسمه زياد طارق ومش عارب ايه وكذا يعني ليه اخسر طالما اقدر اكسب انت غير راضي يا سستمران مش مش غير راضي شايف ان قرار لم يصادفه التوفيق كان ممكن للعب الناشئين وتلافى كل الخسائر دي وحافظ على حصوصي في البطولة بتاعت السنة الجاية بدون اي خسائر ولا حتى مادية كمان فيه بقى موضوع بقى ان دلوقتي عشر ايام بنتكلم فيه فكرة وليدة وهي تشفير الدوري المهانس محمد عادي الفتحي المشرف العام على قطاع القطاع الكرة بالنادي المقاولين العرب فكر في الفكرة دي من كم سنة والسنة دي بتكلم فيها بشكل يعني انه ممكن فعلا ليه لا ما ننفذهاش وهي عشان تدعيم الاندية الغير قادرة طبعا وكل الاندية بتاعت الدوري تقدر تصرف على الملاعب تقدر تجيب لعيبة وهو تشفير الدوري وقال هو 100 جنيه في السنة بس لكل فرض يعني يقدر يتفرق كل اشتراك يعني كل اشتراك يعني كل فرض هيعمل اشتراك عن عيلا يعني اوهي واحد بقى واحد قادت واحد وواحد كل اشتراك اسمها كده حباب كل اشتراك شكرا عفوات أساسا يرك في القصة من أساسها بصي أنا عارف ان اقتصاديات الاندية صعبة وتمويل الاندية دلوقتي صعب خصوصا الاندية اللي زي المقاولين وزي الإسماعيلي وزي المحلة ندي قصون مثلا محتاج فعلا بس أنا بستغرب ان المقاولين المفروض من عندية الشركات وشركة المقاولين العرب شركة كبيرة وزنياتها كويسة واقتصادياتها عظيمة وعندها اداريات وتقطيط ممتاز فأنا بستغرب ان هو ابقى مشتكي من المشاكل رقم ان انا عارف ان الانفاق عالي جدا والفلوس المطلوبة عالية جدا بس الاكتر عندها الشعبية اسماعيلي ومحلة ومصري وزي ما انتو اسوان وكذا وكذا دي عندها شعبية وجمالية جدا بس بالشركات بفيش شركة تصرف عليها فعندهم مشاكل مالية هو عنده رؤية عامة للدوري كله مش بس شكوى عندهم هم من حتة التدعيم او الكلام ده هو رؤية عامة للدوري كله الافضل لدورينا علشان نبدأ نطلع انا بقولك هي بص هي ما بين نارين بقولك انا عارف الهزامات المالية صعبة ازاي بس انا بقلق من فكرة التشفير عندي مشكلة فيها خصوصا مع كرة القدم كرة القدم دي الماء والهواء بالنسبة للمصرية والمتعة المجانية الجميلة اللي واحد ممكن يكون طلعا عنه في شغله وفي بيته وكذا وكذا في الاخر فرج على فرقته سواء منطقه بمصر ولا اهلي ولا زمالك ولا كذا اللي بيشجعه ويفرح بيه وبيشعب ايه وشكرا فتشفيره انا عارف ان 100 جنيه في السنة مبلغ رمزي بس وبعدين في نقطة بس دوري 30% منه أندية جماهرية أندية جماهرية 70% منه يعني تقييبا بالتقريب أندية شركات فانت دلوقتي هتشفر على جمهور 30% مش هتشفر على كل جمهور يعني لا مش ما بتحسيبش كلا الكرة حق للجميع ومتعة الكرة حق للجميع بطولات القرية وبتاع انت بتشوفي احنا بديانيه ازاي واحنا اللي ما عندوش تراك ومنزل يقعد على القهوة اللي بيروح عندو احد صاحب وبتاع عشان كذا الدوري المصري للمصريين الدوري المصري للمصريين لو تعمل باشتراك رمزي بس يفضل رمزي ومش عالف ايه وكذا ممكن نتكلم لكن فكرة انه يحرم الشعب من دوري ومن انديته انا ضد المبدأ استمر قبل ما خلص عايزة توقعين سريعين كده عشان خلاص يوم الجمعة هيبدأ الدوري الانجليزي ونبدأ نتكلم في الكرة ونبطل كلام في الخناعات والمشاكل مين صاحب لقب الدوري الانجليزي السانيتي ايه مجرد بس فريق دوري صعب ايه صعب ايه صعب ايه لانه يعني لازم تشوفي كم كم بطش جولة كده عشان تقول مستوى الانية اولا نشوف عم ارني سكوت وكيميتو ارني سكوت وكيميتو مع ليفركولة تبعاملة ازاي هيكمل منظومة كلوب ويعلى بيها ولا هيقودها وينزل ده ما يبانش غير في المباراة الرسمية ايه حد يقول المباراة التجريبية كانت بشاف ايه ولا الهواء لكنه بيصيفه في امريكا لكن جد جد فبعد 3-4-5 مطشاط لارني سكوت هنشوف كيميتو هتمشي ازاي مع اللعيبة وصلاح هيبقى بواحد من الركاز الاساسية برضو معه في خطته ولا لا اه ومع ديازو الباقي اللعيبة طبعا السيتي يبقى سيتي بس الله اعلم جورديولا السنة دي هيبقى عامل ازاي ومش عامل تدعيمات كتير ولا حاجة انهي نسخة من جورديولا اصلا جورديولا ده نسخة كتير ممكن تبقى نسخة الهفة نسخة الزفة نسخة البفة الله اعلم لو هو عائل وبتاعي يكسب لكن لو قالك بقى السنة دي حواريكوا قرعة مختلفة تلاقي ومناسبة الهفة النهاردة سألوه في المؤتمر الصحفي هو جوليان الفريز المفروض المهاجم التاني بعد هلان اتباع خلاص لاتليتكو مادريد لا في حالات الاصابة هتعمل ايه قالهم هنزل انا لحظة ما انا بقولك لا اهو عنده حتة يعني حيبان حيبان من اول كم نطش كده حيبان الدنيا طب حيلان دلوقتي ريال مادريد بيلعب السوبر الاوروبي قدام اتالانتا هيخسر ان شاء الله ولا هيفوز لقدر الله نورتي يا ستة البنان شكرا نورتي حلول شكرا شكرا لحضراتكم خلصت فقرتنا وخلص كمان اسبوعنا نشوفكم على الف خير بإذن الله مساء السبت القادم اشتركوا في القناة